التوصل يا زماعة ما له سند فنيا مش زابط اول شي سنده مش صحيح مقطوع تاني شغلي هو في القرن السابع وجاي شيخ نصير الدين توصي تالت موجود في اول اول نسخة في القرن السابع تالت شغلي مش هيك بتوسلوا اهل البيت اهل البيت بتوسلوا بالله ما بتوسلوا ببعضهم رابع شغلي لو فرضنا انه مروي عن الامام المهدي بفهم بتوسل باباقه بس اخسي بتوسل بحاله الامام يقول يا محمد بن الحسن يا وزين عند الله ايش فعالية عند الله قامت القيامة ولم تقعد وفي كل يوم وفي كل لحظة وعلى وسائل الاتصال وعلى الاتصالات وفي المجالس وعند القوى سياسية وغير سياسية قامت القيامة على ياسر عودي ينقص من قدر الامة عم بنقص من قدر اهل البيت هاي الكواذب اللي عم نحكي عنها امير المؤمنين هو بس نحن بس بدنا نقعد يعني مع كلمات الامير من دون من نزلها على الواقع قد شوف وقعنا شوف قامت القيامة طيب آية الله العظمى شيخ محمد هادي اليوسف الغروي من كبار اساتزة حوزة قم وهو مؤرخ استاذ في التاريخ قال ان الاتيان بلفظه بلفظه دعاء التوصل بقصد التوصل هو احد الاخطاء الاستلاحية ان استخدام دعاء التوصل من الامور التي لم نلتفت اليها فالدعاء لله وحده